اشتركوا في القناة اضق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2-23-799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى للقانون الأجر في نشاطات الفلاحية وغير الفلاحية قدمه يونس السكوري وبحثه وزير لإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات واكد السكوري خلال الندوة الصحفية للنطق الرسمي باسم الحكومة الخميس أنه بموجة بهذا المشروع سيرتفع الحد الأدنى للأجر بعد زيادة 5% الثانية بناء على الاتفاق الموقع في 30 أبريل 2022 إلى 312 درهمان بعدما كان في الزيادة الأولى يصل إلى 2970 ويندرج هذا المشروع بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحصين القدر الشرائية في القطاع الخاص والمضمن في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين